بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل الثاني لمكرر نظم التشغيل وهنبتدي نهاردة نتكلم عن خدمات نظم التشغيل أو الخدمات التي يقدمها نظم التشغيل بس من وجهة نظر من يا جماعة ما احنا اتفقنا النظام التشغيل يتعامل مع الاثنين من المستخدم والحاسب صح؟ لو بنسميه system النظام جميل فإذن هنشوف من وجهة نظر المستخدم ومن وجهة نظر نظام التشغيل بيقدم خدماته إزاي تعال نشوف مع بعض كده بنقول operating system services خدمات نظم التشغيل ونبتدي مع بعض ونعدد مع بعض كده خدمات نظام التشغيل بالنسبة للمستخدم from the users perspective من وجهة نظر المستخدم وهنعد مع بعض كده يا جماعة هنعد خمس أشياء إيه هما؟ رقم واحد من وجهة نظر المستخدم إن نظام التشغيل ده يقدر ينفذلي البرامج بتاعتها program execution رقم واحد وإيه كمان؟ ويقدر كمان ينفذ عمليات الإدخال والإخراج input output operations ده رقم اثنين وإيه كمان يا جماعة؟ ويقدر في رقم ثلاثة يعمل إيه؟ file system manipulation يقدر يعمل عملية معالجة للملفات يعني إيه عملية معالجة يا جماعة؟ يعني يقدر يحدث الملف يحذفه يعمله delete أو يضيف بيانات جديدة ده عملية معالجة وإيه كمان يا شباب رقم أربعة؟ يقدر كمان يعمل إتصال إتصال ما بين بين مين ومين؟ ركز معايا كده هيبقى في إتصال ما بين البروسيس بعضها البعض على نفس الحاسب الآلي أو إتصال ما بين البروسيس مع بعضها البعض من حاسب آلي إلى حاسب آلي آخر على شبكة جميل يبقى إذن في نوعين من الاتصال هوم الحالتين هوم اللي احنا قلناهم على نفس الحاسب؟ يعني التفاعل أو الاتصال ما بين اتنين بروسيس على نفس الحاسب أو أكتر؟ أو إيه كمان يا جماعة؟ أو في الدستروبيوتد نيتورك أو شبكة موزعة جميل رقم خمسة يا شباب نقول مع بعض error detection ويقدر يحدد الأخطاء ويكتشفها تحديد الخطأ واكتشافه وإيه؟ هنا في الحالة دي يا جماعة بإيه؟ بيتأكد إن فيه خطأ ولا لأ وبيحاول يعرف الخطأ ده موجود فين؟ إمتى يا شباب؟ لما بيجي تتعامل مع CPU أو الميموري أو الانبوت أوت ها نشوف مع بعض ensure correct computing by detecting errors in CPU memory أو انبوت أوت ايه ديفايس واضح إنهم خمس خدمات قدمناهم بالنسبة لوجهة نظر مين يا جماعة المستخدم شايف الـ operating system بيخدموا بالطرقة دي جميل طيب طبعا السيستم له وجهة نظر تانية مش كده؟ ها نشوف مع بعض كده وجهة نظر السيستم from the system's perspective يعني من وجهة نظر النظام نظام التشغل ده بيخدمه ازاي؟ بيقول ايه؟ resource allocation اه بيخصص الموارد بتاعتي يعني يدير الموارد إدارة جيدة يقدر يخصص موارد إدارة جيدة أقدر أتعامل مع CPU ويه؟ الميموري ويه؟ وكمان أتعامل مع البروسيس بطريقة جيدة وطريقة أقدر فيها أحصل على أحسن أداء معايا جميل وخاصة كمان إمتى يا جماعة؟ وخاصة لما يكون عدد عندي من البروسيس كبيرة؟ أو عدد من البروسيس كبيرة؟ وكمان إيه؟ عدد من البروسيس كبيرة تمام؟ تعالى نشوف مع بعض كده بقولك إيه؟ to multiple users or multiple jobs running at the same time شوف بقى الكلام؟ يقولك إيه؟ يقدر يخصص موارد وخاصة لما يكون عدد من البروسيس والبروسيس بيشتغلوا في نفس التوقيت أقدر أحصل على أحسن أداء أداء عالي مش كده؟ إزاي بتخصيص موارد الميموري والسي بيو بطريقة جيدة جميل وإيه كمان؟ وبيعمل accounting مقدار من الحسابات وبيقول إيه بقى إيه؟ بيستخدم فيها accumulate usage statistics مش كده يا جماعة؟ بيستخدم بعض الإجراءات الإحصائية وإيه كمان يا جماعة؟ وبيعمل protection حماية يعني إيه؟ يعني يقدر يحمي موارده ويقدر يحمي موارد الحسب الآلي مش كده؟ وكمان بيتأكد إن كل الموارد تحت السيطرة وتحت التحكم أه شو بيقولك إيه؟ ensuring that or access to the system's resources is controlled ونحط تحتها عشر خطوط كل حاجة نقدر نتحكم فيها في موارد الآيه؟ الحاسب دي من وجهة نظر مين يا جماعة؟ من وجهة نظر السيستم وطبعا بيقدم له خدمات جميلة جدا بالنسبة له كده مبسوط جدا لأنه هو بيقدم له خدمات دي معنا يا شباب إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته